قلتلكم كان في حضور جماهيري كبير جداً لألترس النادي الأهلي وكان الحضور ده ليه رسالة أولاً رسالة تبين قوة النادي الأهلي كجماهيرية والجماهير عايزة تبين برضو النادي الأهلي قوي رغم الخسائر ورسالة لعبت الأهلي لا يا جماعة خلي بالكو دونتوا راكوا جماهير كبيرة وخسرتوا مطشين في الدوري وفي أفريقيا فلا خلي بالكو ده المطشاط اللي جاية مهمة جداً سواء في أفريقيا أو في الدوري فخلي بالكو ومعنا طبعا مبارح كاميرا النهار اليوم وكرة كل يوم راح تصورت الاعداد الكبيرة جدا ولكن للأسف الامور ما كانتش متنظمة كويس بصوا العدد قد ايه وبالتالي تدريب النادي الاهلي ماكملش يعني بعد ما حسوا ان الامور هتخرج عن السيطرة وان الملعب خلاص مليان جماهير بصوا الجماهير قد ايه مبارح ما شاء الله يعني حاجة كبيرة جدا ولكن في الاخر يعني الجماهير وصلت الرسالة ولكن خلت النادي الاهلي مايعرفش يكمل تدريبه ودي نقطة صلبية مستني رسالكو بقى على ارقامنا النهاردة على الاسم اس عشان هنقول رسال كتير جدا عايز كلامكو وتوقعاتكو لمباراة الاهلي والاسماعيل يوم الجمعة مباراة الزمالك والمصري يوم الجمعة توقعاتكو الكوبا امريكا الارجنتين والامريكا وكولومبيا وتشيلي السيمي فاينال توقعاتكو لطولة امم اوروبا رأيوكو ايه في الحضور الكبير اوي اوي الجماهير الالترس الاهليه وامبارح في تدريب النادي الاهلي وزي ما قلنا فيه نواحي ايجابية وفيه نواحي سلبية نواحي سلبية ان ان امور ما كانش متنظمة كويس عدد كبير جدا وكان لقدر له حصل اي حاجة كان ممكن يحصل مشكلة حد يتعور ثانيا الناحية السلبية برضو ان هما ما خلوش النادي الاهلي يكمل تدريب ولكن فيه نواحي ايجابية بالنسبة لنادي الاهلي ان لعبت النادي الاهلي بتحس بالجماهير جماهير كبيرة جدا بيعكس قوة النادي الاهلي يعني حاجات كتير جدا فيه نواحي ايجابية وفيه نواحي سلبية قاعد يشجعوا اللعيبة بس طبعا بقى يعني ايه بصوا الناس في الملعب يعني الجماهير في الملعب وكل ما العدد بيبقى كبير كده الامور مش متحكم فيها او مش متنظمة بشكل كويس تدريب الاهلي مكملش تلغى تدريب الاهلي مكملش تلغى ومش؛ ومش؛ تدريب الاهلي مكملش تلغى ياريب الاهلي منادي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة